اهلا فيكم حبايبي برج القوس في قناتي رح نشوف شوي توقعاتك العاطفية او من وقت نشاهدتك للفيديو الى اخر الشهر القراءة مثل دائما رح تكون البرج الشمسي والقمر الطالة وايضا سقطة للعكس يعني ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك اذا انت عم تتابع لبرج القوس يعني او عم تتفرج على برج القوس ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تشابه طاقتك طبعا متل دائما خد من القراءة الاشي اللي بتحس انه بيفيدك لانه قراءة عامة يعني مش رح تنطبق الجميع فاخد من القراءة الشي اللي بيفيدك ممكن يكون في رسالة اشي معين بيفيدك واترك الاشياء الالبائية ما تحاول انه تخلي القراءات انطبق عليك مئة في مئة لانه مستحيل هاي وتوقعات بالاخر اوكي حبايا برج القوس رح نبلش بطاقتك اول وبعدها رح نشوف طاقة الحبيب طاقة الشريك خطواتك في المستقبل خطواته ايضا هو في المستقبل وشو ممكن يكون مصير العلاقة بينكم او مصير التواصل بينكم وبشو رح ينتهي يعني واذا في اشي يبدنا نوضحه بالقراءة رح نسحب كروت تضيحية لحتى نوضحه طيب نملش بكروت المصيحة اول لبرج القوس برج القوس عم شوف انه انت حاليا عم تجهد حالك ممكن بالوضع العملي او بالوضع المادي وفي عندك اشي عم يجهدك او عم يتعبك وعم يأثر ايضا على جسدك الوضع عم يأثر عليك من الناحية العقلية وايضا من الناحية الجسدية فكروت النصيحة بتحكي لك طب حتى الحبيب حاليا او الشريك اسمح لك وضع انه شوي شوي ينفتح بينكم او شوي شوي تكتشف اشياء عن العلاقة او نبين انه انت متسرع حاليا او بدك اشي بسرعة حاليا يعني بدك هلا هلا في شخص بحياتك او في اشي بحياتك معين عم يجهدك عقنيا وانت بدك يا بدك بدك تحقق هلا بس كروت النصيحة بتنصحك انه يعني تتمحل تستنى لانه في بداية جديدة رح تيجي عندك حاليا انت رح تمر ببداية جديدة ممكن يكون ايضا مع شخص عم تفكر فيه ولكن في بداية جديدة رح تصير بينك وبينها الشخص في رحلة جديدة رح تمر فيها واذا انت خايف من العلاقة بينكم او خايف من الارتباط مع هالشخص او خايف انه الامور تكون بينكم جدية عم شوف انه بيحكي لك هون في حماية الهية لا اليك او معك يعني الكون عم يحميك الله عم يحميك بكل خطوة عم تتخذها حاليا والوضع بينكم مش رح يكون عم شوف يعني رح يكون فيه بينكم احتفالات رح يكون فيه بينكم حتى نوع من الصداقة لانه ثري اوف كوبس بيحكي عن فان تايمز او اوقات مريحة ففيه بينكم رح يصير الوضع رح يكون عفوي اكتر من ما هو جدي يعني فيه عندك بداية جديدة رح تصير رح تكون مليانة بالتفاعل فقط بدك تتمحل برج القوس ما تتسرع باتخاذ القرارات هذي كان بالنسبة لكوت النصيحة بالنسبة لطاقتك انت برج القوس فيه حاليا عم تمر في خطرة امتحانات او اختبارات سواء كان بشخصيتك سواء كان بعلاقتك سواء كان مع الحبيب ممكن تكون انت حاليا عرضة الى ايضا او حاليا انت ممكن تكون عرضة الى اغراءات الحياة ايضا بدك تنتبه من العادات السيئة يعني ممكن تكون انت حاليا محوط بعادات سيئة سواء كانت من لست او شغف تجاه الشخص او اشياء يعني او علاقات جنسية او سواء كان من ادمان على مخدرات او اشياء مثل هيك بدك تنتبه من اي او اي اغراءات لانه انت حاليا عم شوفك بمطرح محدود فيها الى انه اذا مش هيك الوضع بالنسبة للك في شخص بحياتك حاليا انت منجذب جسديا لانه بطريقة كتير عالية عم تحس انك مربوط فيه روحانيا عم تحس انكم مقيدين او مربوطين ببعض ولكن عم شوفك فيه نقطة او فيه وضع صارم او فيه قرار اخترته وما بدك تتنازل عنه يعني فيه نقطة عندك هون وفي عندك وعندك السيف هون يعني انت ماسكهم ومش استعدت تنازل عن قرار او عن اختيار انت اخترته عن تعامل الوضع اه بطريقة كتير قاسية او كتير منطقية برغم المشاعر اللي انت عم تحس فيها عم شوفك الى انه عم تتخذ الطريق العقلاني او عم تتخذ طريق تحليل الامور اكثر بما انه تعتمد على عواطفك بالنسبة للحبيب او الشريك اللي عم تتعامل معه عم يحس انه مظلم لانه فيه عنده كون جاستس فهالشخص بده بالعلاقة يكون فيه توازن بالاخذ والعطاء وهو بيحس انه للبعض منكم اللي منفصلين هو بيحس انه ما كان فيه توازن بالاخذ والعطاء بالعلاقة هو اللي كان بيعطي اكثر بالعلاقة بيحس هيك فهو حاليا بفترة راحة او وقت مستقطع عم يحاول يستشفي فيه عم بشوف ايضا انه هو ممكن يكون اكبر منك بالسن فيه بينكم فرق بالسن ممكن يكون هو اكبر منك بالسن او ممكن انت بتحس انك ممكن تعتمد على هالشخص ايضا بمعنى انه بتحترم 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 قراراته او بتحترم اراءه او هالشخص اثبت لك انه هو متوازن بياخذ القرارات او بيحلل ايضا القرارات بطريقة منطقية فهو حاليا عم يشوف انه انضلم بالعلاقة وعم يحاول يستشفي بالنسبة لخطواتك انت بالمستقبل عم شوفك في عندك امية ممكن بدي احكي عن الابراج اللي عم تتعامل معها لانه دائما بنسى الابراج ابركز على طاقة اكثر من الابراج الابراج اللي ممكن عم تتعامل معها ممكن تتعامل مع برج الميزان ابراج هوائية ايضا في عندك برج الجوزاء والغالبية ابراج هوائية ابراج مائية بس بتوقع هوائية لانه الميزان هوائي فبتوقع البرج اللي عم تتعامل معه يكون هوائي او في كتير طاقة هوائية بيعنده بالخارطة الفلكية بالنسبة لخطواتك بالمستقبل انت عم تشوف هالشخص عم تعتبره او عم تعتبره رفيق درب ايضا بالمستقبل برج القوس رح تنحط بمطرح انه بدك تختار بين شيئين او بين شخصين لانه بيحكي على ولكن ايضا بيحكي عن اتخاذ قرار بين شخصين او بين شيئين مثل فهالكارت بيشبهه انه بالمستقبل رح تنحط بمطرح انه لازم تختار بين شيئين او بين شخصين وانت ممكن عم تتهرب من اتخاذ هالقرار حاليا او عم تحاول تبعد عن هالطاقة عن هالانرجي ما بدك تختار قرار حاليا ولكن عم شوفك عم تبعد عن اشي معين او بالمستقبل في نوع من الوش فو فيلمنت انت عم شوفك انت متفائل اكتر بالوضع لانه عندك طاقة تشبه طاقة برج القوس كتير لانه برج القوس دائما متفائل سريع اذا صار اي اشي بسرعة 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 بتتعافى منه طاقتك بالمستقبل عم شوف انه انت اذا يعني بدك تاخد صعب عليك انك تاخد قرار لانك بدك الامور تضل كتير عفوية ما بدك الامور تكون جدية وانك تاخد قرار بين شخصين او بين شيئين يجي يعني كتير جدي يحتاج طاقة كتير سعار ما منك عم شوفك لكن بدك تروح في طريق او امية بدك تحققها ممكن ايضا عم تتجاهل مشاعرك انت ممكن بالمستقبل رح تتجاهل المشاعر وتختار المنطق اكتر من المشاعر يعني رح تبعد عن عرض حب او عن شخص اعتبرته امية بحياتك او كان بدك توصل اله ولكن عم شوفك عم تبعد عن الوضع لانه بتحس انه صعب او صار في بينكم بلوك او صار في بينكم عائق كبير مش عارف انت تحلوا هلا من نسبه لطاقة الحبيب او الشريك بالمستقبل عم شوفه عنده عنده تفاهم اكتر للوضع ولكن هالشخص ما بيحب يخسر بمعنى انت عم تتعامل مع شخص عنيد وبدو العدالة ممكن هالشخص بدو اعتذار منك ايضا لانه عندك فهالشخص متمسك برأيه ومش رح يتنازل ام شوفه هون ما بدو يتنازل عن رأيه لانه عم يحس انه اساسا انه بداية انظلم باشي معين او انت ظلمته والعلاقة بينكم ظلمته عاطفيا فهو بيحس انه بدو نوع من الاعتذار وبدو عم يركز كتير على التفاصيل الصغيرة ايضا هالشخص يعني عم يركز على الحكي اللي عم تحكيه معه على اي اشي اي كلمه بتحكيه هالشخص بيحللها كتير بيفكر فيها كتير ويدرسها كتير طيب بدنا نشوف انت هل بتعدت عن هالشخص يعني او بالمستقبل هال رح تقرر انك تبعد عن هالشخص بعلا او ان او هل انت في طريقك الى هالشخص يعني كيف الكون مرتب لك الامور بدنا نشوف اول اشي طيب همشوفك انت وقدك وقت مستقطع عمشوفك بدك فترة هدنة مع هالشخص في عمشوفك بالفعل يعني بالمستقبل طاقتك لانه هون بيحكي لك ذكرت المصيحة بالبداية بس حكينا كان فيها بدك تتمحل قبل ما تاخد قرار فانت بالفعل بدك تتمحل لا تاخد قرار لانه عندك فترة انت وهو بنفس الطاقة اذا بتركز نفس الكرت اجاكم بس هو حاليا بها الطاقة يعني هو حاليا عم يستشفي بها الطاقة انت ممكن تكون مشغولة باشياء حاليا بحياتك ولكن في المستقبل انت اللي طاقتك رح تكون نفس طاقته حاليا يعني انت اللي رح تستشفي او بدك وقت مستقطع طيب بدنا نشوف يعني مبين انه انت بدك بريك من الوضع بدنا نشوف الحبيب هل ناوي يقوم بخطوة او بالتواصل اتجاهك او شو هو العائق بينكم يعني بدنا نوضح طاقته بالمستقبل اكتر بشكل عام فهالشخص بده تواصل معك عم شوف وبده بدايات جديدة معك ولكن هم شوف انه البدايات الجديدة اللي هالشخص بده اياها بده تكون للموسى يعني هالشخص عم شوفه ما بيحب ما بيحب الحكي او بده الاشياء تكون منصفة يعني العلاقة بده اياها تكون جدية بينكم عم شوف ايضا هو عم يحس بمنافسة كتير ممكن انت تكون برج القوس محوط او حواليك اشخاص كتير اصدقاء كتير وهالشخص عم يحس انه في منافسة بينه بين الاشخاص الاخرى مشان هيك هو استحب حاله من العلاقة عم شوفهم او عم يحاول يبعد لانه هالطاقة مش كتير بتعجبه ايضا بيشوف انه الحكي دائما بينكم لانه هاي ورقة التواصل ورقة communication فالحكي دائما بيشوف بينكم كل ما بيصير في بداية جديدة بيصير في بينكم مشاكل نزاع بالحكي مخاصمات مجادلات بالحكي بيشوفك هالشخص متهور بالحكي او سريع بالحكي او ما بتفكر كتير او ما بتفلتر الحكي كتير قبل ما بتحكي وانت يعني برج ناري اللي بقلبك على لسانك بتحكيه على طول بما انه هو مبين انه برج هوائفة بيحب يحسب كل اشي قبل ما بيحكي فيه فعم شوف انه انتو الاثنين روحانين كتير متواصلين مع بعض ممكن ما يصير في بينكم حكي بالفترة القادمة الى انو عم شوفكم عم تستشفوا وهالشخص عم يحس انو انضلم معك او هو كان كتير جدي بالعلاقة وانت كنت عفوي مثلا لانو مبين انو فيه اوراق مختلفة بينكم اوراقك اصغر من اوراقه فهالشخص ايضا عنده تخوف من انو يقوم باي خطوة او يصير في بينكم اي تواصل لانو دائما كل بداية جديدة بيصير فيها كونفلكت وبيصير فيها تتش بالتواصل فانتو في عندكم عدم تفاهم ام شوف في عندكم عدم تفاهم كتير كبير فبيحتاج الى مرونة من برج القوس بيحتاج منك انك تكون مرن وتفهم هالشخص جاي من وين يعني مش فقط اي اشي بتحسه بتحكيه على طول يعني ممكن اشي انت ما تفكر فيها ولكن ممكن تجرح الطرف الاخر او تحسس منها الطرف الاخر وعم شوف الطرف الاخر بيحتاج انه يكون منفتح اكتر بدل من طاقة الهدوء او عدم الحكيه بدل عبر اكتر فعم شوف انه بالمستقبل افضل اشي العلاقة الطاقة المشتركة بينكم افضل اشي اللي ممكن تساوه حاليا في المستقبل انه تركزه كتير على تواصل بدك تركز كتير على التواصل مع هالشخص تنتبه على نوعية الحديث او الحكيه اللي بتحكيها مع هالشخص لانه الكونفلكت بينكم او النزاع بينكم او الامور الصعبة بينكم لانه في عندكم كتير عدم تفاهم من ناحية الحديث او من ناحية الحكيه اموشنلي عاطفيا كتير قريبين من بعض روحانيا كتير متصلين ببعض بس عقليا بالحكيه بالتفاهم العقلي كتير في بينكم صدام تصادم في كتير بينكم تصادم فافضل حل بالمستقبل اذا صار بينك وبين هالشخص لقاء او حديث لانه بيان انه انت بدك معه بداية جديدة وهو ايضا بده بداية جديدة ولكن دائما بتنتهي بنزاع او بكونفلكت فهو خايف انه يتخذ قرار فالافضل انه فقط تنتبهوا على طريقة الحديث مع هالشخص اوكي حبايبي برج القوس بتمنى القراءة تكون فعبتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شار وسبسكرايب ان شاء الله راح شكرا